حاسة الذوق هو إدراك حسي يشتمل على تذوق المواد الكيميائية والتحسس بالرائحة وتقوم بذلك براعم التذوق شوف هذا اللسان يحتوي على حليمات ذوقية تحتويها حليمات ذوقية على براعم هاي هاي براعم الذوق هنا موقعها هاي كله يسموه حليمة هاي الحليمات الذوقية موجودة باللسان تحتوي على براعم ذوقية هذا موقع البرعم الذوقية بالحليمات شوف هاي نكبرها شوف تركيب البرعم الذوقية تألف من خلايا عصبية حسية هنا أنا موجودة نهايتها بها شعيرات تحسس التذوق وتحيطها خلايا ساندة خلايا ساندة هنا خلايا ساندة وتتصل بعصب يوصل للدماغ ويتألف كل براعم براعم الذوق من خلايا عصبية حسية هنا خلايا عصبية حسية ذاته شعيرات تحسس التذوق هنا يكون مكانه وتحاط هذه الخلايا بخلايا ساندة هنا خلايا ساندة وهنا خلايا ساندة والبراعمة الذوقية تكون منتشرة أو مجتمعة وين؟ على الحليمات هنا البراعمة الذوقية تكون منتشرة أو مجتمعة على الحليمات وهي قصيرة العمر وعمرها في الغالب لا تتجاوز خمسة أيام وتتعرض للتلف وبالتالي فإنها تستبدل بشكل مستمر إذن هذا اللسان يحتوي على حليمات ذوقية موقع المواقع هنا البرعمة الذوقية نجي نكبرها نشوفها خلايا عصبية حسية يسموها خلايا ذوقية تنتهي نهايتها بشعيرات تحسس التذوق وخلايا ساندة تحيطها تحتوي الخلايا اللسانية على البرعمة الذوقية تتحسس للحلاوة للملوحة للحموضة المرارة هاي هنا تتحسس حلاوة مرارة ملوحة حموضة وكثل براعمة ذوقية حساسية هي التي تميز طعم المر كونها تعمل كجهاز تحذير من أطعم الخطرة هاي البراعمة الذوقية هاي الخلايا العصبية حسية يسموها خلايا ذوقية نهايتها أكو شعيرات ودنتهي بعصر وهنا موجودة خلايا ساندة هاي خلايا ساندة هاي خلايا ساندة هاي مناطق اللي موجودة باللسان الحلاوة الملوحة الحموضة المرارة وأكثر البرامة الحساسية هي المر ليش يعني تعمل كجهاز تحذير من الأطعمة الخطرة هاي توصل للأعصاب ويتوصل لإحساس الدم